بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم بفيديو جديد هعمل لكم غربال بس بشكل مختلف للبيبي ممكن تبقى عربية بيبي تحط فيها البيبي كمان ساعة النوم كل انا جبته جبت خشب خليت حد يقصه لي ليزر اي مكتب بتاع قص ليزر او نجارل اي نوع خشب ده قريب الابلكاش رسمة العربية دي خليت يقصه لي رسمة الشكل اللي انا عايزاه وعملت اربع عجلات اربع كوبار شوية واربع صغيرين ده كل اللي انا استخدمته انا عملت وشين العربية ودي القاعدة بتاعتها اي ان كان ممكن تجيبوا اي نوع خشب ممكن كمان تستبدلوها بالنصبيان اللي هو الكارتون المضغوط الكارتون اللي هو الماتين شوية ممكن كارتون عندكو انتو مش عايزينو بس دي يكون مثلا كارتونة تالي يجب كارتونة حاجة كبيرة وتقصوها شكل العربية دي اللي هو انتو ترسموا دايرة كبيرة جدا وتشيلوا منها حتة زي مسلس بزاوية قايمة تمام؟ ده الظهر بس عشان اثبت بي الظهر طبعا انا عشان عاملها اول مرة فانا كنت متلغباطة شوية فانا بس سبتتها بش كارتون لان ما كنتش عارف سبتها بايه جبت طبعا النصبيان عشان الدوران بتاع العربية دا مش هينفع خشب فجبت النصبيان وتانيته كده بالشكل دا عشان يشتغل معيه هو الوحيد اللي هيتحرك معي بسهولة طبعا استخدمت الشمع علشان الزقوا بيه اتمنى تكون الصورة واضحة اي نجار هيعملها لكو اي واحد بتاع ليزر هيعملها لكو لو ورتو الشكل بدأت اثبت النصبيان انا حطت كمان النصبيان قدام في كل مكان في دوران بدأت اثبته بالسولتب عايزين تثبته بشامع برضو بس لازم السولتب عشان يمسك اكتر استخدموا الاتنين افضل دا برضو عشان هيقعد في بيبي خلو الحاجة متينة شوية عشان اللي بيشتغلوا كده ما تعملوش مصايب حطيت شمعه وزودت حتة لان النصبيان من هنا من كتر مانا تانيته تحس ان هو خفيف شوية فانا حبيت ان انا جمده بحطة نصبيان تاني حتة صغيرة كده بس لما بعملتها بالشمع جمدت شوية ومع السولتب هيمسك اكتر جبت سافنج رفاية عند اي منك جدا عند اي حد بيبيع حاجات التنجيد هتلاقوه انا هغلف بيه الخشب من جوه تمام همسكه في النصبيان وهندري بيه الخشب اللي جوه خلص عشان بردو جوه يبقى طاري شوية هقص الحتة اللي تحت علشان انا عايز احشيه فايبر فهنجيب فايبر وهنحشيه من تحت فايبر عشان البيبي طبعا السافنجر وفايع قوي بردو عشان ما تبقاش حاجة نشف عليه فمن تحت يفضل يبقى فايبر انا بس قصيت من تحت ودي لازقتها من عنت النصبيان من جوه وبدأت اجيب الفايبر وعمله زي ما الناس بتعمل القطن كده وبدأت احطه تحت كله وبعد كده هداري بقى الفايبر بسافنجة تانية من معايا تمام ولزقته بالشمع تمام ده شكله يا جماعة بعتذر للتصوير لو في حاجة انا والله بصور بالموبايل لحد له هدي جبت قماش ستان اللون اللي انت عايزيه ده كان ولد فانا جبت القماش الستان لبني فاتح قوي بيبي بلو فانتم ممكن تجيبوه بينك تغيرو اي لون انت عايزينه السرير ده ممكن البيبي ينم فيه في الاول ممكن يقعد معاه فترة كبيرة ممكن يقعد معاه كم شهر كمان حجمه كبيره هلزق بقى كله من جوه نغلف اي قماش عندك شغال يعني مش هيقول اي حاجة كله بزوقك بقى التغليف ده بيبقى الزوق يعني هغلب برضو الخشب كله على قد ما اقدر انا بس بحاول اعرفكو الحاجة لحد ما بريت عمل ازاي وبحاول الله على قد ما اقدر ابينلك كله في حاجة في القضاءة بيبقى بس من التصوير بيبقى من الاودة اللي عندي بس لا اكتر ولا قل بس على قد ما بقدر بحاول والله اظبط الدنيا ان كل حاجة تكون ظهرة كان في حد برضو علق على الاسم ان انا القشيل اسمي وكده علشان مدهاري بس والله انا بس مش هينفع علشان الفيديوهات ما تتخدش الفيديو ممكن بسهولة جدا يتاخد وخلاص مش هيتعرف يعني ممكن يغير فيه صوت يعمل فيه حاجة هيتغير لكن الاسم هو بقى خلاص هيثبت ان هو ده بتاعي برضو عشان بيبقى مجهود وكده فواحد بيخاف ان الحاجة دي هيزعل عليها طبعا انا عمتش هيغير ان انا كل ده بغلبه وبستان زي ما قلتلكو عمدوكو اي نوع اماش مفيش اي مشكلة هيشتغل انا بس بداري انا حسيتو ان هو الخفيف شوية فانا هعمل طبقه كمان تانية من القماش انتو حسين ان هو كيه تمام شغال زي الفل حاولوا بس الفنش يبقى على قد ما تقدروا يبقى كويس جبت جبير جبير اسود او بذن بتقولوه عديد ان طيل اي حاجة والشكل ده وهحاول اعمله اتنيه كده يعمل زي زجزاج هو اصلا شكله زجزاج لوحده شكله حلو لوحده ممكن تعمله كده بس انا حبيت ان هو عشان ينفش اكتر يعمل يعمل فليوم حلو انا عملتلكو كده ده تاني غربال اعملهلكو انا بعمل حاجات المختلفة الغربال المختلف اللي متعملش قبل كده اللي مش هتلاقوه على اليوتيوب وهحاول اعمل لكو برضو الوربال التقليدي الوربال التقليدي سوري لو حد عايزه انا هعملهلكو بإذن الله اي سؤال او اي حاجة داريت تكتبولي في الكومنت وانا هقول لكو عليه لو عارفا يعني جبت قماش جوخ انا هدريا بقى الحتتة دي بالقماش الجوخ اسود طبعا ايدي انا مغلفتهاش اهام... مغلفتهاش قماش لانا انا كده كده ستتدرر بالاسود الاسود احسن ده جوخ عمضوكو اي قماش تاني اسود مفيش اي مشكلة اللف ده زؤكوا عملتلكم قبل كده غربال الكوكاعة للبنت ده غربال عربية للولد ممكن برضو ده تغيروا فيه لو عملتوه بينكي مثلا في اسود بينكي في ابيض هيبقى بنوتا اي استفسارة اي حاجة قلولي في التعليقات وانا هقولكم وياريت لعجبكم الفيديو ياريت تعملولي لايك وسبسكرايب للقناة وياريت تفعلوا الجرس عشان اي جديد يظهر لكو على دول انا جبت ده برضو اي ان كان بيسموه اي عشان بس يعني شكله حل نعتبره نعتبره حاجة شبه الجبير او شبه او شبه الدنتيل مثلا اي ان كان شكله هتجبوه من عند برضو الناس بتوع الخيط وبتوع القماش والحاجات دي بتدي بقى اغلف بيها العربية اي وبردو لو في اي حاجة مثلا مكان القماش او حاجة شكلها مش لطيف فده هيداريها هي بطيطة جدا وسهلة بس هي على اول مرة اخدت مني برضو مجهود جامل والخشب على ما جمعته برضو صعب شوية لكن النجار ممكن يعملك ده كله بكل سهولة كينا على العجل عجل كبير وعجل صغير كل اللي عمله ان انا هغلي في العجل بعتزر ممكن يكون الصورة دلوقتي مش واضحة شوية لان انا اشتغلت على رجلي وما كنتش وعدة بالي ان الكاميرا بعيدة فانا كل اللي عملته ان انا حطيت شمع على الدايرة بتاعة العجلة وغلفتها بالسفينجر وفيع ده عشان تبقى برزة شوية وحطيت القماش الاسود تمام طبعا اكبر من حجم شوية اكبر من حجم الدايرة بشوية وهلزقه بالشمع تمام وهبتدي اقص اقص الدواير دي عشان لما يجي الفها هتبقى مزبوطة تمام اتمنى تكون واضحة هو بس عشان انا لحد الوقتي بصور بنفسي وبعمل كل حاجة بنفسي فبعتذر لو اي حاجة مش واضحة والله بحاول اوضح لكم على قد مقدر بصوا شكلها عامل ازاي وبالشمع طيب طبعا سوري بالشمع هنلزق بقى كل الاحرف دي مع بعض طبعا هنعمل اربع عجلات بنفس الشكل تأكدوا بس ان كل مزبوط وحاول اجمل شكل الدايرة هعمل دايرة تانية اللي هي الاصغر في الحجم هعملها باللون اللبني وهنعمل زي اللي عملنا طبعا القماشة بقصها اكبر من الدايرة اين كان مقسة الدايرة ايه هنزقها بس القماش خفيف دا القماش دا خفيف شوية فبحط نقطة بس صغيرة ايت يا جماعة لو عجبكوا الفيديو لايك انا مش بمانع ان اي حد يكون مش عجبوا الفيديو يعمل انلايك مفيش اي مشكلة او ممكن يوضح لي ايه وجهة الخلاف لكن انا ملاحظة ان الفيديوهات كلها في حد في شخص واحد تقريبا او حاجة بيعمل يعمل انلايك فانا معرفش هو بيعمل كده ليه يعني الصراحة انا مش عارفة يعني دي غيرة ولا دا ايه انا الصراحة فا اي حد لي عندي اي مشكلة يا جماعة انا والله بعمل فيديوهات دي تعليم انا لحد دلوقتي ما كتبتش اي حاجة منها يعني ايه دي شغلانتي اوه شغلانة اللي انا كنت باكل منها عيش بس دلوقتي انا بفضح كل اسراري وبفضح كل حاجة في الفيديوهات دي ولسه ما كسبتش حاجة في الناس بتكسب من اليوتيوب انا لسه والله لحد دلوقتي مفيش بس ديها مساهل دعواتكم بقى فانتو شفتوا الفيديو انتو بتستفادوا وفياريت يعني مش تبخلوا علي باللايك بس طبعا هعمل زي ما عملت فيدي هعمل في الاربع عجلات برضو تمام طبعا هي كده شكلها ممكن تسبوها كده ممكن تعمل اي شكل فيها انا جبت القماش القماش الجبير شكل تاني مختلف اه حاولي اعمل بيه منظر بس فبالقماش الرفيع الاسود ده هعملها زي يعني هي تقريبا شبه في يونكا اتمنى يكون صوتي اوضح المراضي عشان برضو في الناس عاللقات انه صوتي واطي بس اقوليها على قد مقدر صوتي بيكون بعليه يعني كون اللي انا عملته القماش الجبير وفيونكا عندك ستان لون تاني ممكن يتعامل بكل سهولة تمام هبتدي بقى ألزق من ورا أتمنى تكونوا استفدتوا أي حد عايز يبتدي المشروع ده يا جماعة مشروع مربح ذات الناس اللي بتبقى قاعدة في البيت اللي عايزة تشتغل وعايزة تكسب فالموضوع بسيط وإن شاء الله أنا بحاول كل اللي أنا أعرفه أو كل اللي أنا بعمله أعملكه عليه فيديوهين هو عشان جبير وفاتح شوية فالواحد بس إيه خايف من الشمة بس يعني بقصيت بقى الزيادة تمام كده اللي زيء خلاص أقص الزيادة وبعد كده هلزقوا في السودة الثانية اللي إحنا كنا عاملنا بس يا جماعة شكلها بقى شيك إزاي وهحطها على العجلة السودة هتنطق الدنيا أكتر ده كده شكل العجلة طبعا هنعمل هنكرر العجلة دي في الأربع عجلات اللي معينا وهنلزقهم مكان العجلة تمام قادي أول واحدة بعد كده هعملت فيونكات من القماش الستان ده وهبتدي ألزقها بص الشكل العربية بقى يفتح النفس إزاي لو عندكو والله يا جماعة كرتونة كرتونة تلاجة كرتونة غسالة طبعا عملت هنا في النص واحدة كبيرة جدا عشان تبقى واضحة في الأول بشكلها حلو قوي ومن نص بس حطيت ستانة سودة وبعد كده بجبير رفيع حاولت إن أنا أدري بها المنظر عشان يبقى أنا لفيت كله بيبقى شيك يعني كل مرة بقولكو هعملوكو فيديو لل للفيونكات بنسى فإن شاء الله يارب بفتكر وهعملوكو فيديو زي تعملو فيونكات بأشكال مختلفة وبطرق سهلون كده ده شكله أتمنى يكون عجبكو وتكونوا ما كونش طويلت عليكو ولا أي حاجة هو سهل وبسيط جدا إن شاء الله ربنا يرزق كل مشتاء بإذن الله أه في الحتة اللي قدام فوق خالص دي موسيقى